خمسة أيام في شهر ذي الحجة يسن فيها أنك تكبر الله سبحانه وتعالى بعد كل صلاة وفي الأسواق وفي المساجد وفي الشوارع وفي النوادي وفي كل مكان لكن متى يبدأ التكبير ومتى ينتهي وما هي هذه الأيام الخمسة؟ تابعوا السلام عليكم ورحمة الله طبعا التكبير في أيام عيد الأضحى سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار لشعير من شعائر الإسلام أنك تكبر فرادة وجماعات في الأسواق والمنازل والشوارع والنوادي وفي كل مكان تذعب إليه تكبر جهرا وسرا وتظهر هذا التكبير كل هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتكبير في عيد الأضحى تكبير مقيد وتكبير مطلق أما التكبير المقيد فيكون في دبر الصلوات في خمسة أيام تقريبا من صلاة فجر يوم عرفة وحتى نهاية صلاة العصر يوم الثالث عشر من شهر في الحجة يعني من صلاة الفجر يوم عرفة لو يوم تسعة وأيضا يوم عشرة ويوم حداشر ويوم اتناشر ويوم الثالث عشر حتى صلاة العصر بعد العصر تكبر وبكده يبقى انتهى التكبير المقيد في هذه الأيام المباركة أما التكبير المطلق فانك تكبر من أول يوم من شهر ذي الحجة وحتى نهاية عصر يوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة وتكبر في أي وقت وفي أي مكان وتجهر استنانا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإظهارا لشعيرة الله سبحانه وتعالى قال الله جل وعلا ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات والأيام المعلومات هي العشر الأول من شارذ الحجة كما قال العلماء والأيام المعدودات هي أيام التشريق كما ذكر العلماء إذن تكبر في هذه الأيام نعم تكبر وسن عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا التكبير ما صيغة التكبير يقول العلماء صيغة التكبير أمر موسع لأن الوارد فيها عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم روايات كثيرة جدا منها ما ورد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ومنها روايات تقول أنه كان يقول ثلاثا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد والأمر في ذلك واسع فكبر كما تشاء بأي صيغة تشاء المهم أن تفعل هذه السنة وتظهر هذه الشعيرة وورد عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه يجوز أن تزيد على هذا التكبير قائلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلة لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده إلى غير ذلك وأجاز أيضا الزيادة على ذلك بأن تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه رضي الله عنهم جميعا فالأمر في ذلك واسع فلا تشددوا على أنفسكم في هذه الأيام لكي لا يشدد الله عز وجل عليكم في غيرها تقبل الله طاعتكم وصيامكم وأذكاركم وكل عباداتكم ونحن وإياكم اللهم آمين والسلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة